من داخل أحد مختبرات إنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا جونسون يعبر عن تفاؤله بشأن اقتراب موعد طرح اللقاحات الجديدة وعبر جونسون عن أمله في حصول اللقاح على الموافقة خلال شهر الجاري لا يمكننا المبالغة في الأمل لكن لدينا كل الأسباب الآن لنكون متفائلين جداً بأن هذه اللقاحات ستغير مسار كفاحنا طب هذا المرض وستفك الإغلاق عن هذا البلد وعن العالم كله كما أن هذه اللقاحات ستمنح الناس الإحساس بالراحة والخلص بعد سنة من المعاناة بوريس جونسون دفع كذلك عن القواعد الصارمة التي ينتظر فرضها بعد نهاية الإغلاق العام في كافة أنحاء البلاد والذي استمر لمدة شهر ويسعى جونسون جاهداً لإقناع نواب حزب المحافظين بدعم خطته خلال تصويت البرلمان على اعتماد هذه الإجراءات الجديدة ذلك أن تقارير تشير إلى معارضة قرابة مئة عضو لهذه الإجراءات التي يعتبرونها صارمة للغاية من جانبه حث وزير الصحة مات هانكوك نواب البرلمان البريطاني على دعم القواعد الجديدة لمجبهة فيروس كورونا واعتبر أن هذه القواعد ستبني على نجاح الإغلاق الذي اعتمد لمدة أربعة أسابيع والذي قال إنه أعاد الفيروس تحت السيطرة خلال الأسبوع الماضي انخفضت حالة الإصابة بنسبة 30% وهذه الأخبار الجيدة تظهر أن القيود الوطنية كانت ناجحة كما يعني ذلك أننا تمكننا من خفض عدد الإصابات وأعدنا الفيروس من جديد تحت السيطرة بفضل احترام الجميع للإغلاق الوطني وبفضل تضحياتهم وتعد بريطانيا الدولة الأكثر تضرراً من فيروس كورونا في القارة الأوروبية بإصابات تجاوزت المليون وستمائة ألف وإجمالي وفيات قارب ستين ألفاً